في الكويت مؤتمر دولي لدعم وإغاثة اللاجئين السوريين بمشاركة لبنان و58 دولة بغية تأمين مبلغ مليار دولار ونصف المليار لمساعدة اللاجئين السوريين الذين غادروا بلدهم إلى دول الجوار ومن أجل مواجهة كارثة إنسانية لم يعد بإمكان المجتمع الدولي الوقوف متفرجا حيالها كان مؤتمر الكويت الدولي برعاية الأمم المتحدة المؤتمر شاركت فيه 59 دولة بما فيها لبنان الذي رأس وفده رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان يرافقه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيراء الخارجية والشؤون الاجتماعية وفي كلمته لفت سليمان إلى سعي لبنان الدائم لتقديم المساعدات للاجئين رغم ديق مساحته ودقة توازناته طالبا ليس فقط دعم الخطة الحكومية لإغاثة اللاجئين السوريين بل أيضا وضع خطة طوارئ في حال حصول أي موجة نزوح كثيف ومفاجئ من سوريا إلى لبنان تصر الحكومة اللبنانية على إبقاء الحدود مفتوحة والامتناع عن تسليم أو ترحيل أو إبعاد أي من النازحين سوريين وفلسطينيين هذا وإنكم تعلمون جميعا حجم المعاناة اللبنانية والفلسطينية جراء استمرار التنكر إسرائيل لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم لذلك لا يسع لبنان إلا أن يدعو المجتمع الدولي والدول العربية إلى تقاسم المسئوليات والأعباء معه سواء لجهة الإمكانات المالية أم لجهة إمكان استعاب عدد من الإخوة النازحين في الدول العربية المؤتمر كان استهلا بكلمة لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح شدد فيها على ضرورة التحرك خصوصا أن الكارثة في سوريا تتصاعد والعنف إلى مستويات غير مقبولة أما الأمين العام للأمام المتحدة بن كيمون الذي حرص على الحضور شخصيا فشكر لبنان وتركيا والأردن ودول المنطقة لاستقبالها ومساعدتها السوريين الهاربين من القتل والدمار مبديا قلقه حيال الأوضاع في سوريا الوضع في سوريا مأسوي ويزداد تعقيدا ستون ألف شخص قتلوا في الأشهر الماضية وأشعروا بالألم لأن عددا من القتل سيسقطون إذا استمرت الأزمة أربعة ملايين نسمة بحاجة للمساعدة وفقد عشرات الألاف منازلهم أما الأطفال فيعانون بسبب العنف بما فيه العنف الجنسي وقلة المواد الغذائية والطبية والاحتجاز القصري هذا في المواقف أما على مستوى المساعدات المادية فأعلنت كل من الإمارات والسعودية والكويت تقديم مبلغ 300 مليون دولار فيما قدمت مملكة البحرين 20 مليون دولار وألمانيا 10 ملايين يورو ترجمة نانسي قنقر